لكل قصة شرارة توقظها وتعمل على تحديد هويتها ومسارها ونتائجها وآثارها الإيجابية والسلبية التي قد لا تقتصر على حدود مجتمع بعينه أو حدود دولة بذاتها بل يمكن أن تمتد آثارها لتشمل قضايا أبعد من التصور القصير المدى للمسألة وهذا ما أثارته قضية الاحتجاجات التي اشتاحت الشارع الأمريكي حيث ولدت مخاوف عدة من تأثير هذه الاحتجاجات على مسار المفاوضات المصيرية المرتقبة بين العراق والولايات المتحدة والتي ستعقد في العاشر من الشهر الحالي إضافة لما يمر به العراق والعالم من تفشي لفيروس كورونا لجنة العلاقات الخارجية النيابية رأت أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد الأشخاص الذين سيحاورون واشنطن فيما أشارت إلى أن عدم وجود وزير للخارجية لن يكون عائقا أمام المفاوضات لامتلاك وزارة الخارجية فرقا فنية متخصصة بالدخول في هذه التفاصيل فضلا عن لجان المشكلة من وزارات عدة للتعامل مع المفاوضات وبالتالي فإن الملف هو قضية دولة وليس وزارة مستشار رئيس الوزراء هشام داود أكد أن المفاوضات مع واشنطن ستركز على السيادة الوطنية وجوانب التعاون الاقتصادي والأمني والتدريب والمعلومات فيما لفت إلى أن تعزيز العلاقات سيشمل دول عديدة وأن العراق ليس سائرا باتجاه التحالفات أو أن يكون قطبا فيها وهو ما سيحدد مسار المحادثات المقبلة سوف تكون لنا علاقة تعاون مع كثير من البلدان بما فيه الولايات المتحدة العراق ليس سائر باتجاه الأحلاف العراق سوف لا يشكل نفسه قطب في هذه الأحلاف سوف لا يكون جزء من هذه الأحلاف في المنطقة ضد دولة وضد مع دولة أخرى وهذا المعيار وهذا المبدأ سوف يحدد مباحثاته وطبيعة العلاقات القادمة مع الولايات المتحدة السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر المح إلى إحياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين كجزء من المحادثات المرتقبة فيما أشار خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرازاني إلى أهمية الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق مؤكدا أن الإقليم سيكون جزءا من المفاوضات التي يجب أن تصف في مصلحة جميع مكونات العراق ومع اعتباري أن هذه المفاوضات هي الأولى من نوعها منذ الانسحاب الأمريكي عام 2011 ولما تشكله من أهمية بالنسبة لغالبية الفئات المطالبة بخروج القوات الأمريكية تبقى المخاوف من عرقلة هذه المفاوضات مستمرة لحين البدء بها وقطف ثمارها على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر شكرا